بعد إعلان الحكومة تخليها عن طبع النقود في موازنة 2020 وفي فصل جديد الجزائر ستعود للاستدانة الخارجية لكن بشروط يراها المختصون غير مفيدة في ظل وجود اقتصاد موازي أقوى من الاقتصاد الرسمي في البلاد الاستدانة الخارجية وهو نوع من الاستدانة المستحملة في الدول الأخرى الجزائر اللي نلجأ إليه نلجأ إلى مؤسسات مالية أخرى وهي البنك الإفريقي والبنك الإسلامي وبعض البنوك الأخرى الاقتصاد الغير رسمي المهيمن على الاقتصاد الجزائري والذي هو يصبح مخاطرة كبيرة بالنسبة لهذه الهيئات المالية الاستدانة الخارجية حل من الحلول العملية دوليا إلا أن المشكلة في الجزائر حسب الخبراء هي السياسات العرجاء للحكومة ما سيجعل الجزائر في موقف ضعيف أمام شروط المؤسسات المالية الكبرى في العالم إذن ما هي الضمانات اليوم للجزائر؟ أنا أقول بأن الحل الوحيد هو أننا نذهب إلى هذه الاستدانة بطريقة وعقلية اقتصادية سيدفع فاتورة المجتمع الجزائري معناتها كل الدعم الاجتماعي سندهب إليه للتقليل على مراحل هذه الأزمة المالية الخانقة هي عنصر تقل غير موجود بين هذه المؤسسات المالية والجزائر كحكومة كاقتصاد نجد أنفسنا أمام الاستدانة الخارجية من الهيئات المالية الكبرى ككلوب دي باري كالصندوق نقد الدولي وهنا سوف يفرض علينا تغيير هيكلة الاقتصاد الجزائري منعرجات حاسمة وخطيرة مر بها اقتصاد البلاد على مدار تاريخ الجزائر المستقلة إلا أن نفق المديوني الخارجية يبقى أكبر المخاطر التي تحدق بها ترجمة نانسي قنقر